اشتركوا في القناة اكتدائي إذن أعزائي عزيزي الكرام لنبدأ ازرع ألاحظ وأتوقع أقرأ العنوان وألاحظ المشهد ثم أتوقع موضوع النص إذن اقرأ العنوان ألاحظ المشهد ومن ثم غادي نتوقع عفوا ومن ثم غادي نتوقع موضوع دي النص إذن من خلال العنوان لهو ازرع هنا الشاعر يأمرنا بزراعة الأشجار وزراعة الخضر من خلال هذا العنوان لهو ازرع يأمرنا الشاعر بزراعة الأشجار وزراعة الخضر ونلاحظ في المشهد طفلا يزرع مجموعة من الشتائل في الحقل إذن كما نلاحظ الصورة طفل يزرع مجموعة من الشتائل في الحقل في حقل معين إذن من خلال العنوان والمشهد نتوقع أن هذا النص الشعري سيتحدث عن الزراعة ودعوة الناس للزراعة من خلال العنوان ازرع هنا الشاعر يأمرنا بزراعة الأشجار وزراعة الخضر ونلاحظ في المشهد طفلا يزرع مجموعة من الشتائل في الحقل عفوا في الحقل إذن من خلال العنوان والمشهد نتوقع أن النص الشعري سيتحدث عن الزراعة ودعوة الناس للزراعة إذن لنمر إلى قراءة هذا النص الشعري إذن لنقرأ ازرع 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 كن مثلا للعالم أجمع لا تيأس انقطع الغير غرسات أو قتل الطير يكفي أنك نبع الخير وحياة من كفك تطلع إذرع 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 خضرا أو أزهار في الشرفة أو سطح الدار راقب أطوار تحولها تملك تملك عفوا كنزا من أسرار إغرس بدرة تصبح شجرة تكبر وارفة الأغصان قرب الشجرة إغرس شجرة يضحك 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 من حولك بستان إذن بعد قراءة ديالنا ديال النص الشعري لنمر إلى الأسئلة أفهموا أنشدوا القصيدة مع زميلي زميلتي وأصلوا بخط كل كلمة بمعنى في السياق إذن بعد قراءة ديالنا ديال القصيدة المطلوب مننا هنا نصيروا كل كلمة بالمعنى ديالها المناسب إذن عندنا نبع نبع أي مراحل أم ممتدة أم مصدر أم بناء خارج البيت أم نشيد إذن نبع حسب النص هي مصدر نبع أي مصدر الشرفة الشرفة حسب سياق النص هي بناء خارج البيت الشرفة بناء خارج البيت أطوار أطوار أي مراحل أطوار أي مراحل إذن كما قلنا أطوار أي مراحل وارفة وارفة أي ممتدة وارفة أي ممتدة إذن نبع أي مصدر الشرفة أي بناء خارج البيت أطوار أي مراحل وارفة أي ممتدة نمر إلى السؤال الثاني نحن نبين شوية أكمل كل مجموعة في الجدول الآتي بكلمات تشبهها في حرفها الأخير إذن مطلوب من هنا نحاول نجيب كلمات كلمات في كل مجموعة كتشبه عفو الكلمة في المجموعة مثلا المجموعة الأولى إذرا مثلا أجمع تطلع مثلا إذن هذه كلمات كتشبه إزراع في الحرف الأخير إذن إزراع أجمع أجمع أو تطلع الغير مثلا الطير أو الخير أغصان أي مثلا بستان الضار أزهار أو أسرار إذن إذرا أجمع تطلع الغير الطير الخير أغصان بستان أدار أزهار أو أسرار السؤال الثالث أضع علامة أمام الإختيار الصحيح يتوجه الشاعر بالخطاب في قصيدته إلى عامة الناس النجار الفلاح الحداد إذن بماذا يتوجه عفوا لمن يتوجه خطاب الشاعر في قصيدته هل الشاعر يوجه خطابه لعامة الناس أم يوجه خطابه للنجار أم الفلاح أم الحداد إذن خطاب الشاعر هنا إلى عامة الناس يتوجه الشاعر بالخطاب في قصيدته إلى عامة الناس غاية الشاعر من توجيه الأوامر والنهي التعليم والتعلم النصح والتوجيه الكسل والنوم إذن غاية الشاعر من توجيه الأوامر والنهي النصح والتوجيه هذا الجواب صحيح النصح والتوجيه نمر إلى أحلل السؤال الرابع أشرح لأصدقائي وصديقاتي كيف يمكن أن يكون الإنسان نبع الخير إذن أشرح الأصدقاء دينا كيف يمكن أن يكون الإنسان نبع الخير إذن يمكن للإنسان أن يكون نبع الخير بفعله أفعال الخير كغرس الأشجار أو بنصحه الأشخاص إذن كما قلنا يمكن للإنسان أن يكون نبع الخير بفعله أفعال الخير كغرس الأشجار أو بنصحه الأشخاص السؤال الخامس أفسر الآثار الذي ذكرها الشاعر في حال التزام بهذه التوجيهات والإرشادات إذن سوف نفسر الآثار التي ذكرها الشاعر في حالة ما التزامنا بهذه التوجيهات والإرشادات إذن في حال التزام بهذه التوجيهات والإرشادات ستتحول البذرة إلى شجرة وستتحول الأشجار إلى بستان إذن في حال التزام بهذه التوجيهات والإرشادات ستتحول البذرة إلى شجرة وستتحول الأشجار إلى بستان نمر إلى السؤال السادس أحدد الفكرة العامة للنص إذن الفكرة العامة للنص هي دعوة شاعر الإنسان إلى غرس الأشجار وزراعة الخضر والأزهار في كل مكان باعتبار ذلك سلوكا محمودا وعملا طيبا إذن الفكرة العامة للنص هي دعوة الشاعر الإنسان إلى غرس الأشجار وزراعة الخضر والأزهار في كل مكان باعتبار ذلك سلوكا محمودا وعملا طيبا نمر إلى أنشد وأتدوق السؤال السابع أختار من القصيدة عبارة أعجبتني وأعلل أسباب إعجابي بها إذا لم يطلوب مننا هنا كل واحد أي اختار العبارة لإعجابته من القصيدة وغد يعلل سبب إعجابي بها إذن أنا أعجبني البيت الأخير لأن الشاعر يدعونا إلى غرس الكثير من الأشجار التي ستتحول في مباد إلى بستان وهو بالطبع سيعطي منظرا جذابا يسر الناظرين إذن أنا أعجبني البيت الأخير البيت الأخير لأن الشاعر يدعونا إلى غرس الكثير من الأشجار التي ستتحول في مباد إلى بستان وهو بالطبع سيعطي منظرا جذابا يسر الناظرين السؤال الثامن والأخير أذكر ما استفدته من القصيدة إذن ماذا استفدنا من هذه القصيدة استفدت من القصيدة أن الزراعة وجه من أوجه فعل الخير ومصدر الله ودعوتها الإنسان إلى الغرس بدون توقف وعدم اليأس حتى لو خرب أحدهم ما غرسنا إذن هذا ما استفدته من القصيدة استفدت من القصيدة أن الزراعة توجه من أوجه فعل الخير ومصدر له ودعوتها الإنسان إلى الغرس بدون توقف وعدم اليأس حتى لو خرب أحدهم ما غرسنا لكن هذا هو الجواب للسؤال الثامن والأخير إذن أعزائي عزيزات الكرام متابعي قناة إكور الشد لكندا والنص الشعري الوحدة الرابعة الأسبوع الرابع بعنوان إذراع صفحة رقم 45 وصفحة رقم 45 من كتاب اللغة العربية المفيد في اللغة العربية المستوى الرابع ابتدائي إذن نتمنى أنكم تكونوا استفدتم معنا عزيزات الكرام إلى فيديوهات قادمة إن شاء الله دمتم في رعاية الله ومع السلامة